لا يخلو أحد من الناس من أن يزور أو يزار فيصبح ضيفا أو مضيفا لذا كان من اللازم تعلم آداب الضيافة وأحكامها وإكرام الضيف من شعب الإيمان كما في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا وتجب الضيافة للمسافر المجتاز على أهل القرى والحضر فإن للضيف حقا على المضيف وهو ثلاث مراتب حق واجب وهو يوم وليلة وتمام مستحب إلى ثلاثة أيام وصدقة من الصدقات وهو ما زاد على ذلك وأما الزائر من البلد نفسه فيستحب إكرامه ولا تجب ضيافته ولا يحل للضيف أن يقيم فوق ثلاث إلا إذا رغب المضيف بذلك ولم يتأذى من إقامته قال صلى الله عليه وسلم جائزته أي الضيف يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه أي حتى لا يوقعه في حرج ومشقة ويشرع للصائم المتنفل أن يفطر ليشارك ضيفه في الطعام ويرفع عنه الحرج سئل عطاء أكان يفطر الرجل لضيفه قال نعم وعلى المضيف أن يستقبل ضيفه بالترحيب والابتسام ويؤانسه بالكلام الطيب ويأذن له إن أراد الانصراف حتى لا يشق عليه قال ابن سيرين لا تكرم أخاك بما يشق عليه وإذا بات الضيف فليعد له فراشا مريحا ومكانا مستقلا عن أهل البيت فيه المرافق التي يحتاجها قدر استطاعته ولا يشكو صاحب البيت للضيف ضيق المعيشة وغلاء الأسعار فإن ذلك ينغص عليه الطعام ويحرم الإسراف وإلقاء بقايا الطعام واعلم أن الضيف يأتي ومعه رزقه فلا تقصر في حقه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لزورك أي ضيفك عليك حقا